السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في درس جديد من درس السنة الثانية إعدادي وهو درس تخيانجل ايه بغاليل او لا بالعربية نقول ليه المستقيمات المتوازية لأطلع متلات عفاكم قبل ما نبدأ هذا الدرس أدار هذا الدرس اللي هو مهم جدا مهم بزاف فلاجيومي تخيف الهندسة ديال الإعدادي مهم بزاف كان استعمله كان بغير فيه ثلاثة جيل مبارهانات والأربعة سهلين ولكن مهمين بزاف كان ختمو بهم بزاف عفو مر ومعي لبال هذا الدرس هذا رأيه مهم بزاف يالله دون نبدأ هنا يا اولا عندي ثلاثة جيل متلات ابسي 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 وما متلات بحال بحال لماذا متلات؟ حيث اشكين هنا في العنوان عندنا تخيانجل ايبا غاليل تخيانجل بمعنى ان هاتشي كامل وهذا الخاصية اللي يغت نشوفه كل المبارهانات صالحين بالنسبة لمتلاتات هادي هي اول حاجة بعدها هاتشي كاملو صالح بالنسبة لمتلاتات خدينا يالله نمشو لمتلات ابسي نديرو ناخدو اي 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 منتصف القطعة اي 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 المعروف نديرو منتصف في القطعه السي. جي نسميها الجي هي منتصف القطعه السي. وبطبيعة الحال ترميز اللي يدريت هنا ماشي هو اللي يدريت هنا علاش حيث هاد القطعه اب ما كتسويش القطعه السي. ماشي ماشي قد قد في الطول. وبالتالي حتى هات الترميز خصو يكون مختلف على على هدا. صافيه. اذا عندنا اي منتصف القطعه اب والجي منتصف القطعه السي. ده بغد يرسمو مستقيم اللي كيدوز بدور يا من هاد من هاد المنتصفات المنتصف القطع اب والجي منتصف القطع السي. نرسمو المستقيم كي قطع هاد المنتصفات كيدوز من هاد المنتصف هد هو هادا.áb. اشركو هادا نجول من المنتصف القطعه الاكور ندرو حالة اخرى ناخد مثلا.ي منتصف القطع اب دائماً بالحال courtesy ولكن هذه المرة لا نقوم بإمكانك منتصف القطعة C ومنتصف القطعة B C سوف نقوم بإمكانكم بحالة الممكنة ونرسمه دائماً المستقيم الذي يدوز من هذه المنتصفات وهذا المستقيم E الجي نقوم بإمكانه المتلدة الأخير لنقوم بإمكانك منتصف القطعة C ونأخذ منتصف لقطعه بس هاد المرة لجي ونرسم المستقيم اللي دايز من هاد المنتصف هاد بحال هادو كل اللي أولي تخيب يا صافي يالله دابا اكتبنا قاع المعطيات اجيو دابا هاد المعطيات اللي كنين في الشكل نكتبهم على شكل هنا كتباء معطيات ليدوني ليدوني هما المعطيات ليدوني بالفرنسية كيتسمون المعطيات بالعربية ليدوني عشنا هو اول معطى عشنا هو اول معطى منديك نبدا مثلا بهذا عشنا هو اول معطى قدت قوليا اي منتصف لقطعه اب terms اingeس m نعم aber Fighters وكنهما اول معطى عشنا هو اول معطى أش بطلعنا المثلث ابك سي ابان اول معطى هو ابك سي اتن بهذا ابك سيهد ا Lemon is sp هاده هوا اول معطى. عند ما هوzuk Fd dengan avait走 is A's C إي منتصف القطعة أبا ثم يجي المعطى الأخرى ويوجي منتصف القطعة أس إذا هنا هات الشكل هذا عندي فيه ثلاثة تجول المعطية اللي يقدر نستخرج أبا سي متلات إي منتصف القطعة أبا ويوجي منتصف القطعة أس يعني كيف هو اللي عندي؟ طيب يا نمشي المتلات لآخر أبا سي نشبدل المعطية أشنا يا دائماً المعطى الأولية أبا سي إتن تريانجل طيب يا المعطى الثاني إي منتصف القطعة أبا والمعطى الثالث ج منتصف القطعة القطعة بسي طريب يا جي منتصف القطعة بسي ايضا هم المعطيات الجل هذه نجي ولمعطيات الجل المتلات الأخرى إذا دائماً أبا سي إتن تريانجل ثم إي المعطيات الجل الآن امر اي تملك مكان ومستطعات او الطرق بليور بعد التشτίت ثم اي آه تم تلك منشو الأول ساپهام العخر ساپهام العخر استعمال على الطرق في المعطيات تلك المعطيات هاي سوي لا تقدم ما تقدم هذه المعطيات هاي سوف يقدم هنا هي نتيجة إذا تجمعوا عندي هذه الثلاثة جهة المعطيات ما سوف أعطوني؟ ما هي النتيجة؟ بحال إذا قلت لك إذا لدي مثلاً واحد شخص يكمي بزاف يدخن هما المعطيات واحد الإنسان يدخن كثيراً النتيجة سيصاب بالصرطان بحال هكوك إذا لدي هذه المعطيات بحال ثلاثة وي منتصف أحد الأضلاع وي منتصف الضاع الأخر ما هي النتيجة؟ المستقيم الجهي يوازي المستقيم بحال ثلاثة هذه النتيجة في نواة أشغالية هنا المستقيم الجهي بين قوسين ما يعني بين قوسين؟ يعني أنه غير محدود من جهة إ هذا هو غير محدود هذا هو فايت إ هذا هو غير محدود من إ وغير محدود من جهة ج هذا هو غير محدود هذا هو غير محدود لذلك يمكن أن تخبره بحال الزائفة ولكن الأقوس يعني أنه غير محدود المستقيم بسي ها هو أنا سأرسموني لكم هذا هو مستقيم بسي كي يكون موازي مع هذا الطريع الأخر الثالث بس صافي يلا نجيب لي هنا هنا يا بوحدك وقف الفيديو وجبد لي النتيجة قرأ لي هذا المعطيات وجبد نتا النتيجة اللي خصني خصني نكتب أنا هنا يلا بشوي علي عشان دي نكتب دائما أولا خصني نقلب على دوك المستقيمات اللي تدزم المليور عندي اي المليور عندي جي المليور إذا ها هو مستقيم الجي دائما المدرس هذا اللي خصني في البطار هذه الثاء وسلسل لدي كي نضيف دائما عشان دائما حيث كانت نجيب عندي بطارك الل donde توجد الشريع الأنبال الحجoms توقف الجي أرте بالطبع مع سلسل الم rays اذا ماشي بحال هذا. عودتاني هنا يقرأ لي عودتاني هنا. اشغال يكون دائما هاد المستقيم اللي كيدوز من المليو من المنتصفات هاد المرة بباراليل مع مع اش? مع المستقيم ابي ها هي اجي بباراليل مع لدغوة ابي ها هي لدغوة ابي هانا ها هي اجي بباراليل مع ابي ها بشوية عليكم اشوف لي هاد شي واش فهمتي هاد المسائل اذا كانوا عندك مفهمين اجعل باركة اصافرك قديتي الغراض نجيب بقات تيوريم تيوريم هاد الشي اللي كين هنا ها غادي نكتبو على شكل جملة وصافي كتما تيوريم ها هي تيوريم اه عشنا تيوريم اه تي قوليها دانزان تريانجل يعني في واحد الموديلات ها هو سي اذا كان اشنا يا سي را هما هادو هما هاد لدوني ها هما السي را السي ادي هتردي على هاد الشي هما هما لدوني اذا كان غادي يقول يا هاد هاد المعطيات سي اش ان دغوة باس بار المليو ها هما هما هاد المعطيات واحد المستقيم دايز من المنتصفات الوغ فينا يا الوغ ها هي هي الكونكليزيون الوغ هاش الهي ببغاليل او تخوزيام كوتي بمعنى الوغ يجي ببغاليل مع باس بس صافي اذا هنه يلي عندكم صحوبة باش تحفظو هاد تيوريم حيث الفرنسيان انتم يلافذيتو قبل فرنسية رأ حاد جетان كد Lowしく يكون صحوبة فالليور مكانش المشكيها ليحنان مشغرقنا هو للفرنسية الفرنسية غادي يديجي مع عن الوقت غاي مع الوقت هتلقو اراثكم وليتو كتفهمو هاد المسائيل مش مشكله اللي مهم هي خصونا نفهمو الرياضيات نفهمو إذن الفهمة ها هي بارك عليك تفهم هاد المسائل هنا بارك عليك تفهم هاد الشهادام اللي هنا كاملو راك صافي رقدتي الغرض بيتي مازال تزيد تحفظ هادي التاهيه راهم زيان ولكن عقل بالتيوريم ها هي هادي صافي يلا نمشيه دابا للتيوريم دو تيوريم دو ها هي غادي نبدو هنا ها 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 ه نكتل عندي نكتل يتب Inti بما نتجد القطعة يمكن نسال لماذا نصل نصف المستقيم تتهى ونحن نعبره كنعرفوه لاصل دياله الوريجين يعني كنعرفوه من كيف يبدأ ولكن ما كنعرفوه شفين كي سالي نصف مستقيم كيكون دائما محدود من واحد جا واحد جا هلا إذا ما ممكنش نعرفو الطول ولكن سيجمون القطعة نقدرو نعرفو الطول دياله حيث محدودة عندها البداية وعندها النهاية يعني هاد المسائل خصكم تكونوا ضابطين هم تخيبين إذا هنا هاد النتجة هاد المرة ما غدش نهضرعع على المستقيم إيجي والمستقيم بيجي هيت القطعة combined with bütün morons و часов ية و و عندها الطول ف Howard عندها الطول، ضد للقطعة مع الطول ال؟ ذهبا يالله فهنا ما يتم إقوان ما بين الخ am nas قسب 1P وكأنه لا يتم إ capacities وع Свободًا وهذا كالكلم المسافة الطول يساوي نص بس بمعنى الطول بمعنى أن هذه المسافة إذا قدرنا هكوة ها إجي هاشا بقتلنا هنا بقت إجي على التانية هيا بمعنى أن هاد بسي فيه جوج ديال بسي نعودوها بس تشوفوها ها إجي بمعنى حيث أشقالي أنا إجي تساوي بسي مخصومها على جوجة بمعنى أن بسي فيها جوج ديال بسي ها إجي ها إجي اللولى ها إجي تانية وكتغطيني بسي ها هي هاد الكتابة إجي تساوي بسي على جوجة يا الله إلا فهمت هادي جوب ندعي على هادي أشي بتندير هنا يا فإن أش فإن هنذا باب بتنظر إلى المسافة إجي والمسافة أصي والمسافة إجي إلا إجي إلا ok اش تتساوي أصي عد المرة مقصومة على جوجة أصي مقصومة على جوجة أصي نقيم قابلنا يا إجي هي بسي زوجيا هات الكتاب委 معها هات الكتاب 1918 أصي عد المعادة إلاтрالثة بمعنى أن المسافة إشجي تساوي من نص ديال أشهد المرة ديال أب إذن إشجي تساوي أب مقسومة على الجوش هذه هي تيوريم 2 نكتبها ها هي تيوريم 2 دانزان تخيانجل ها هو دائما لالونجور شتيه هنا يحضر لي على الطول لالونجور والطول لالونجور دي سيغمون قال لي الطول ديال القطعة ها هي قطعة تتضمن للمليو ديكوتة ها هي ها هي التي تربط ها هي تربط إذن تكون طول ديال القطعة التي تربط منتصفي ديال هاد هاد القطعة يعني إشجي إش 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 كتساوي يعني إش كتساوي إشجي إش كتساوي إلا موتي ها هي الموتي هي النصف هي النصف هي النصف هي النصف طول هذا الطلع الثالث بمعنى آخر رياضيين ها هي بيتي تحفظها إذا كنت متمكن من الفرامسي ما متمكنش رأي اللي مهم عنتي هو هذا هو فهم هذا شي فهم هذا القطعة هي النصف إذا هنا شنور الفرق ما بين تيوريم آن والتيوريم دو تيوريم آن نفس المعطيات يكلاحظوه نفس المعطيات نفس كل شي نفس ليضوني ولكن في كتب تختلفوا في النتيجة قبل كنا كان هدروه على تيوريم آن كان هدروه على المستقيمات لأن المستقيم إيش جي يوازي المستقيم بيسي وفي تيوريم دو هدرنا على القطعة القطعة إيش جي تساوي قطعة بيسي مقسومة على جوجي يعني المسافة إيش جي تساوي المسافة بيسي مقسومة على إيش جي هذا هو فرق ما بين تيوريم آن والتيوريم دو اللي يخصي نعقل عليه لأنه ما رأي عندهم نفس المعطيات نحن نفهمه كيف نطبقه هذا المسائل نمشيه التمريين هذا هو المطلوب منك وقف الفيديو وقعد لي هدروه وقعدوا عندك تيوريم آن عندك تيوريم دو رجع لي فهمهم مزيان كان نقول فهمهم لكي أحفظهم فهمهم مزيان وقف الفيديو وقف الفيديو واحد شوية ونرجعو باش نجيرو الحل يلا نبدو في الحل ديالنا يلا نبدو بعدها نرسمو المثلات كانت تمنى أنكم تكونوا حاولتو معا قديته ثبا غادي تشوفو تصحيح باش تستفدو أكتر يلا APC اتان تخيانج هنا قل لي لماذا تتسمي التخيانج ببعاليلة يعني هذه المبارهنة التي تتعلم باش خاصة بالمثلات ابس اتان تخيانج ولكن هنا لم يكن يشكال هنا يمكنك أن يقول لي ابس اتان تخيانج في الحقيقة مهمة ابس اتان تخيانج ابس اتان تخيانج بعدها ابس اتان تخيانج م اتان تخيانج اتان تخيانج اتان تخيانج م بالعربية النقطة م هي مماثلة بالنقطة A بالنسبة للنقطة B هده اش من تمثل هذا واش تمثل المركزي او تمثل المحواري هذا هذا ليس تمثل المحواري هذا تمثل المركزي ، raus لماذا تعرفوا بagaimana فرق بان تمثل المركزي تمثل المركزي تمثل المركزي سنتخل بسنة الامة اكسيال تمثل المحوري أكسيال تمثل المحوري كنقول مستقيم هنا مثلا دلتا مستقيم دلتا دلتا أو دلتا أو دلتا هذا هو الفرق بناتو مرفهات بارابور في التاماثول المركزي كنقولو بارابور أ نقطة بحال هنا والتاماثول المحبوري كنقولو بارابور أ دلتا مستقيم هنا لذلك فرقو بناتو ميدان بمعنى هنا علاش كيهدر لي كيهدر على السيمتري سنتخال التاماثول المركزي قالية M هي السيمتريك دو أ بارابور أب إذن قالية M هي مماثلة نقطة A بالنسبة للمستقيم ب بمعنى H خصنا نعرفه وخصنا نرجعه للتعريف اشكيهد تعني هدله 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 كتعني بلي هده النقطة B منتصف القطعة A M هذي يلي كتعني ترجمة هدله 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 M S A لسيمتريك دو أبارابور أب B كتعني بلي نقطة B هذي كلي قلي أبارابور نقطة B هنا هي منتصف القطعة A M إذن B ستكون منتصف القطعة A M إذن M غادي جي هنا بحال كتعني بحال إذن B بمعنى أن CN , تكون منتصف قطعة AN إذا se C هي منتصف قطعة AN, تجد الترميز تجد تغيير الدنيا عن ERW بالنسبة لكي ترى هذه الحجومة لكي سأرى له الأول أحيانا ذاتك دموط. نرسمها على ضغوات MN بمعنى مبرهنلية يجب أن هذا المستقيم يوازي المستقيم هنا موضوبين فهو مرحبا فهو من المبرهنY مرحبا في المبرهنين ، مرحبا مرحبا هناك المبرهن الالوكس مرحبا عدل كانت التوازية إذن هنا أريد أن نفكر أن نستعمل تيوريم 1 ولكن لم يكن نجاوب لم يكن نجاوب إليه سوف نجاوب على السؤال سوف نأتي سوف نقول لي صافي إذن على حسب هذه المبرهنة لا أريد أن نمشي بشوية أريد أن نستعمل البورهن لأن أول بورهن لديمونستراصي أريد أن نستعمل البورهن لأن أخبرك أن تقرأ أريد أن تقرأ أو أن تظهر أن رائد أن نستعمل يجب أن تقول الأستاذ العربية يقول مثلا أكتب موضوع إنشائيا حولها ومع ذلك لأن تفكر أريد أن تذهب أريد أن تذهب إلى ذلك أريد أن تذهب إلى المقدمة أو الخاتمة ومع ذلك لا يمكن أن تقرأ أريد أن تقرأ أن تقرأ أريد أن تذهب إلى المقدمة وعرض وخاتمة ومع ذلك هنا بالنسبة للرياضيات لأن أريد أن تقرأ أريد أن يجب أن تذهب إلى المقدمة أريد أن تقرأ أريد أن أريد أن تذهب إلى المقدمة هذا المقدمة من الأرجمة أريد أن تقرأ أريد أن تقرأ هذوك اللي ضوني يشتدوك اللي ضوني اللي اهدرت اليوم القبيلا هذوك المعطيات وهو ما اللي خصك تقولي في اونا اونا تخلي بلي علاجه هذوك ثلاثة جول المعطيات عادك تقولي اذا بخي وحسب اش وحسب هذيك الطيارة هذيك المبرأ فانو عادك تجاوب لي على السؤال اللي تتبع معي يلا نبدو دون الامن هذي اول حاجة حيث قلنا هذوك اللي ضوني اللي قرأنا قبيلا هذك المعطي الاول دائم انك قولوا ابس اي تان تريانجل ابس اي موثلاتي عقلتو عليه اذا حتى نخصك بعدها تحدد لي الموثلات اللي بتي تخدم فيه في الامن ولا بتصدق لي الموثلات ابС اي تريدتي موثلات ابس sw fellow لا تنتهي هنا في المعطيات يجب عليك المثلات الكبيرة A M هذا المثلات الكبيرة يدخل في هذه المستقيمات المتوازية إذن لا تقول لي دون زين دون لتخيانجل ABC خطأ دون لتخيانجل A M المثلات الكبيرة هذا الكبير هذا المثلات الكبيرة هذا المثلات الكبيرة لا هذا الكبير أول شيء عقل عليها نزيد هنا قلنا المعطى الأول دون سنتخيانجل AMM قلنا المعطى الأول أنا لدينا دائما قلنا قلنا أنا دائما أنا لدينا يعني لدينا شكرا ما لدي أنا ب م م م م م م هذه المعطاية لدينا لدينا لكن لدينا شيء هنا ب م 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 أشغال قال لك أم إلا السيمتريك دو أبا غاببو أبا يعني هنا ما قال لنا بطريقة مباشرة قال لنا بطريقة غير مباشرة باستعمال التماثل المركزي لماذا؟ لكي أعرفك كيف ضبط تعريف كيف ضبط التماثل المركزي او لم يضبطوش؟ صافيه؟ هنا إذا قلت لي أنت أبا إلا ميليو دو أم يجب أن تقول لي لماذا؟ تبرير كعرغ لأن M هي السيمتريك دو أبا غاببو أبا هنا ستعملنا المعطيات ها علش؟ هاو quoi؟ هنا تعرفك بلين تراع عارف أش كتعني M إلا ميليو دو أبا غاببو أبا كتعني بل بي إلا ميليو دو سيغمون أم هاي فإذا هاد الجملة كتبت هالي ريادين كتبت هالي بشكل آخر هاي صافيه؟ هاد هي أنا انا السلي واليدين أيضا لا يمكننا أن تلقن دو أبا لدين أيضا سي إلا ميليو دو سيغمون آن ولكن هاش عطان عليك هنا بعض التاني قلت ليه كعرغ لأن كعرغ إن إلا السيمتريك دو أبا برابور الصي ها هي حتى تقول لي ليه كعرغ سكتعطي تبرير لماذا؟ لأنه لم يقوم بمعطيات بإليميلي دو آم وإنما يجبتها من أم إلى سيمتري كدوها باربور أب ب لكي يجب أن تبرر لي علاج يجب أن تقول لي علاج ويجب أن تكون هناك في الشكل واضح ولكن يجب أن تقول لي علاج يلا ما قلنا هنا؟ طوزان تخيونجل آم إن حددنا الشرط الأول المعطلة الأول هي تخيونجل حددنا الشرط الأول من موثلة اللي سنخدمه في آم إن ثم حددنا الشرط الثاني بإليميلي دو آم بمنتصف ديال واحد القطعة الثلع والس هو منتصف واحد الثال الآخر إذن هنا واش حددنا جميع المعطيات؟ نعم قلنا كانين ثلاثة جول المعطيات إلي رجعتوا للثيوريم آم مو ثلاث حددناها قلنا واحد نقطة منتصف واحد الثلع واحد نقطة أخرى منتصف ديال الآخر دوك سدينا أون هنا أون سديناها ليوم المعطيات أشادين تبعوها إيدابخي إذن واش كتبت المعطيات كلها ها المعطي الأول هالتاني هالتاليت أش غادي تستعمل إيدابخي وحسابه هاد إيدابخي وحسابه وحسابه أش أش مقوش تيوريم آم لا تيوريم دو تيوريم آم حيث هي اللي فيها التوازي وهي اللي فيها هات الشرط ديال تيوريم آم إدا هناك تختلف من أستد لآخر هناك تختلف من أستد لآخر إذا كان أستجلك سأتفق معك سأقول لك أنه هناك التيرام 1 هي هذه التيرام 2 هي هذه والتيرام 2 هي هذه إلى آخر أيضا هناك يقول لك أن هذا ما تيرام نحن متفقين عليها ولكن بحالة كلية لديك متيحة جهة أو متيحة وطنية ما الذي لا أستجلك هو الذي سيصح لك الورقة لم تقل لي إذا أتفق لك التيرام 1 إذا أدرسيها لي سأتفق لك كل شيء أو فاأنت أبيك التيرام 1 لا فتعرف كيف تيرام 1 أحب لك ما هو من التيرام 1 لكي تتدر الكتاب كم نوع عمر في التيرام أتنظر أنك هذا التيرام 1 وإنما تتعلم فإذا تأتيكabi التيرام 1 وتجب أن أقوم لك التيرام 1 وكتبا لي هذه التيرام 1 فإن تكتب لي في صور على الخاسم لكن ما الذي سأتجعك في قسم المتفق معكم أن هذه هي التيريم 1 سميتها التيريم 1 ودخلها سميتها التيريم 2 فقط فاشكا تتلعي إذا بخيله التيريم 1 هو فاهمك أشمين التيريم عليها شكا تغطي صافيه؟ هذه هي بيناق قوسيا بيش تكونوا عارفين بها إذا ندرنا أنا الشروط إذا بخيله التيريم 1 وحسب الخاصية 1 هيا أنا إذا بخيله ألوغ ألوغ هنا يمكن جواب على السؤال ألوغ أنا أنا أسي ألوغ 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 هنا نجواب على السؤال الألوغ ألوغ ألوغ المترجم القسυ على شكل صحيح وبالبرهانة أولا ثالث nella ألوغ كالكومي المترجم المترجم هذا المترجم لم أترجم المترجم وحسب هذه المسافة ببسي تلك بحيث mn تسوي 8 سنتيمة طينا هذه المسافة mn تسوي 8 سنتيمة يلا هنا يعود ثاني ما غادش نجيو ونجاوبو ديريكتومو ما غادش نجيو ونقول لها ببسي تسوي كذا كذا خطأ حيدي اشغال ليه دائما خصنا نمشو بربوره هان عشي بينا نكتبو دونزان لتخيانجل حدد ليد عود ثاني الموثلة اللي بي تخدم فيها amn زيد اونا شنو عندي اونا b او c سان المليو ريسبكتيف على التوالي زعما b هي المليو ديال لسيجمو amn و c هي المليو دسيجمو amn هده هاد ريسبكتيف راه ضرور يخصك تكتبها هاد ريسبكتيف اونا عندي b منتصف لقطعة am والc منتصف لقطعة amn هده اونا بلا ما تقول لي لان بلاش حيث ديجا قلناها في السؤال الاول بلا ما تعود هده اونا بلا ما تعود اونا بلا ما تعود 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 بلاش بلا ما تعود بلا ما تعود بلالك من بداش نجاوبه بالفوضى اراها دائما كنقولها اراها الريادية دي السنة التانية اعدادي اراها زمين بزاف اراه ولي كي يعطيني واش اناق فعلان اه تنفهم في الريادية ولا لا لك شخص يكون امضم امزيان اذا عاوضوا هاته التمرين وعاوضوا اراها دائما فاش كنعاوضوا وكنستفدوا تمرين جالها دورة ساهلين خسكي تعرف السريكتور او لا كيفاش تجاوب اذا هنا يا نغدونك الحصة الاخرى او لا الفيديو الاخر غادي نهضر غادي نجيل الجزء التاني مقتلية واحد جزء خاصيات هما اللي غادي نجيل في الجزء التاني ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته